تحيات ليكم طلاب الصف الاول السانوي وكل حد مهتم ان يتعلم اللغة الفرنسية دلوقتي انت لو هتبدأ في سنة اولى سانوي فانت هتبدأ في لغة اجنبية تانية غير اللغة الانجليزية اللي غالبا هتكون اللغة الفرنسية لو انت بتحب تتعلم لغة او لو حد عايز تتعلم لغة يقولك ايه يقولك ان عايز اتعلم اللغة من الصف من اول الحروف الديني من اول الحروف يلا ناخد مع بعض حروف اللغة الفرنسية من ناحية شكلها هي نفس أشكال حروف اللغة الإنجلزية الكبيرة والصغيرة يعني كابتل وسمول من ناحية أسماء الحروف يعني برضو هي نفس أسماء حروف اللغة الإنجلزية لكن في بعض الحروف اسمها مختلف شوية من ناحية النطق داخل الكلمات في اختلافات أكتر ساعات في نطق الحروف تعالوا نشوف أمثلة على كل حرف وكلمات عليه أمي يعني صديق أمي يعني طيارة أمي أمي باتو باتو سي سينما كلاس سي سيديل غارسان فرانسي طيب حرف سي بتنطقسين لو بعديه آي أو إي أو آي زي سينما ولو مكتوب بالطريقة دي برضو يتنطق س س جارسان يعني ولد فرانسي يعني اللغة الفرنسية غير كده غير الحالة دي والحالة دي فحرف الس عموما بتنطق ك ك دي دات دات حرف أ زي س ج حرف أ علي أكسان ماي لنحية اليمين يتنطق إي 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 أكل يني تي حرف أ علي أكسان ماي لنحية الشمال يتنطق إي بار مار دي اسمها أكسان تي ج ودي اسمها أكسان غراف مش مهمة بالنسبة لك دلوقتي اسم الأكسان انت افتكرها أن واحدة ماي لنحية اليمين وواحدة ماي لنحية الشمال عشان الموضوع يبقى سهل عليك حرف ج ج جاتو جارسان ما اسمه جي اسمه ج جاتو جارسان أش أش أوبيتال أوتيل حرف أش غالبا لا ينطق إي الحرف ده اسمه إي في زي تي أمي حرف جي أيوة هنا اسمه جي جاغدان ج حرف ك باسكت تقريبا حرف ك مالوش وجود في اللغة الفرنسية هو غالبا موجود في الكلمات اللي أصلها إنجلش أو كده أل أل إيل إيل يعني هو ليسي ليسي كلمة ليسي معناها مدرسة سانوية حرف أم أمي أم أمي حرف إن نو نو حرف أ أغانج 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 أجيبت بير أجيبت بير بير يعني أب حرف ك ك سانك ميزيك سانك ميزيك دايمان حرف ك بعدي حرف ي ما عدا كلمة سانك حرف أغ أغ باري فرانس باري فرانس باريس العاصمة وفرنسة الدولة حرف أس سامبا سامبا فيزيتي فيزيتي حرف تي 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 يعني أنت إنيتي يعني الوحدة تي إنيتي حرف ي تي إنيتي كسرة شديدة مضمومة وتمدي شفتيك للأمام عشان تنتقل الحرف دا صح تي 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 إنيتي حرف في 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 تقريبا برضو الحرف دا زيكة مالوش وجود في اللغة الفرنسية إكس إكزامبل سيس إكزامبل سيس حرف إجراج الحرف دا اسمه في الفرنساوي إجراج ليسي يعني مدرسة سانوي ستيلو يعني قلم حرف زد زيغو زيغو هناخد حاجة مهمة بعد الحروف اسمها لازاختيكل ان دي فيني يعني أدوات النكرة فأدوات النكرة في اللغة الإنجلزية معناهم واحد واسمها إيه؟ اسمها آ و آن في اللغة الإنجلزية أدوات النكرة اللي هي آ و آن في اللغة الفرنسية في ثلاث أدوات نكرة أ أ إن دي أ تسبق الإسم المفرد المذكر أ آن 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 يعني واحد تلميذ واحد صديق ولد صديق كوبان يعن صديق وأمي يعن صديق إين 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 تسبق الإسم المفرد المؤنس إين في إين آمي إين غي إين إلاف تمام؟ عرفت إين؟ اللي بعد دي دي تسبق الإسم الجمع بنوعيه دي زامي دي كوبان دي زامي دي ليفغ دي زامي يعني أصدقاء تحتين دي زامي يعني صديقات الاس دي بتتنتق لو جي بعديها حرف متحرك خلاص يبقى خدنا ثلاث أدوات للنكرة آن وإين ودي كومبليت كومبليت يعني أكمل كومبليت أفك أنا أختيك لان ديفيني آن إين دي هنا ليفغ ليفغ كتاب ده مذكر آن ليفغ آمي صديق آمي صديق ده مذكر آن أمي متخو متخو يبقى آن متخو فوزين جارة إين فوزين جارة آن وإين معناهم واحد أو واحدة زي آن وآن بس آن للمذكر وإين للمؤنس كامرات زملاء دي كن مجمع دي كامرات دي كامرات نومغ عدد أعداد دي كلمة جمع برضو دي نومغ آمي صديقات دي كلمة جمع دي زامي فوزين جار دي كلمة مفرد مذكر آن فوزين كوبان صديق آن كوبان ستيلو ألم جاف آن ستيلو بال كورة صغيرة دي كلمة مؤنسة كلمة بال دي كلمة مؤنسة إين بال إين بال كولغ يعني لون كلمة لون دي كلمة مؤنسة في الفرنسيوي مش موذكره إين كولغ لون فيي بنت إين فيي إلف تلاميز دي كلمة جمع ديز إلف ديز إلف تلاميز pantalon دي كلمة موذكره آن pantalon كوبين دي كلمة مفرد مؤنس إين كوبين إين كوبين صديقة بالون بالون دي كلمة معناها كورة كبيرة بتاعة سلة أو قدم أو كرة طيرة آن بالون آن بالون كورة عادية كبيرة طيب واحد يسألني سؤال يقول لأنا مش فاكر انت قلت ايه دلوقتي وشرحت ايه طبعا أغلبية اللي انا قلت انت نسيته تاني ده طبيعي يا ابني ويا بنتي شوفوا اللغة بتتعلم بالممارسة وبالتكرار مش اي حاجة تتقلك من اول مرة يبقى لزقت في دماغك وتحافظت لأ انت سمع الفيديو تاني مثلا او كرر تاني او استنى لما نقرى لك كلمات تاني كل شوية معلومة ملحوظة هتعلق في ذهنك لغاية ما تبقى وصلت المستوى مطلوب ومناسب في اللغة الفرنسية فبلاش تستعجل وتقول انا ماش فاهم حاجة من الفيديو او ايه ده طبيعي ده طبيعي يا ابني ويا بنتي شوفوا الل انا ملحقتش افهم حاجة من الفيديو اتمنى انكم تكونوا استفدتم من الفيديو اسمعوا تاني وعيد الملحوظات على دماغك تاني هتلاقي كل حاجة سبتت في دماغك واحدة واحدة مع الحل والممارسة اللغة ما بتتفهمش من اول مرة كده كل حاجة واحدة واحدة وما تقلقش من اي درس تاخده الاول مرة في اي مادة مش في اللغة الفرنسية بس الدس اللي بتاخده الاول مرة دايما بتلاقي نفسك مهزوس فيه خليك بارد وهادي ومع التكرار كل حاجة تتفهم ان شاء الله اتمنى تعملوا لايك في الفيديو وتشاركوا في قناة والى اللقاء يا اصدقاء